بالفعل مصر كانت بتسير وفق استراتيجية موضوعة بدقة لأن السياحة من القطاعات اللي لازم طول الوقت يبقى فيها تطوير لأنه طول الوقت الدنيا حواليك بتتغير وطول الوقت السياحة في العالم كله كمان بتتغير نمط السياحة بيتغير اللي السائح بيحتاجه بيتغير فكرة الريفيوز اللي بقت موجودة أو الورد في مالث الكلمة اللي بتخرج من السائح كفيلة لأنها تنقلك لمكان أفضل بكتير أو للأسف ترجعك إيه لمصر كانت حديثة أنها تغيرها على مدار السنين اللي فاتت وإيه اللي لسه محتاجين بصحيتك هو طبعا إحنا الدولة اشتغلت على عدة محاور لما وضعت الاستراتيجية بتاعت 30 مليون سائح بحلول 2030 بعد كده دولة رئيس الوزراء عدلها لـ 2028 لأن طبعا في خطة متسارعة وفي نتائج إيجابية كتير موجودة على أرض الواقع المحور الأول اللي اشتغلنا عليه وطبعا كان عائق كبير قبل كده كان شبكة الطرق العملاقة اللي تعملت طبعا حطت أماكن كتير في مصر على خارطة السياحة العالمية سهلت كتير جدا استحدثت أنواع سياحة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده دي بنروج لها حاليا زي مثلا الربط اللي حصل ما بين الغرداء والأقصر فعملنا باكتج جديدة ما كانتش موجودة في السوق المصري اللي هي سياحة ثقافية مع سياحة شطائية جميل الوقت أنا بقدر أعمل باكتج للسائح اللي جاي من برا أنه ياخد السياحة الثقافية بتاعته في الأقصر ويرجع على الغرداء أو العكس واللي سهل الموضوع الرابط اللي حصل بين الغرداء والأقصر على نفس النسق أو نفس النهج برضو الدولة عملت الكلام ده حاليا وطرق ربطت ما بين مدينة سانت كاترين ودهب وشرم الشيخ فأصبح أن احنا دلوقتي نقدر نعمل نمط جديد من السياحة بدأنا نسوأ له دلوقتي اللي هو ربطنا السياحة الدينية الدينية سانت كاترين مع السياحة الشطائية مع مشروع التجل الأعظم بالمناسبة انتهينا منه تماما في انتظار الافتتاح الرسمي من فخمت الرئيس عمد الفتاح السيسي طبعا مشروع عملاق فيه أكتر من 14 مشروع لوجستي اتعامل في المنطقة الربط كمان اللي حصل ده هيخلينا نعمل نوع جديد من السياحة اللي هي سياحة دينية مع سياحة شطائية لأن المدينة مربوطة دلوقتي بالطرق ما بين دهب وشرم الشيخ فطبعا كل الحاجات دي بتروج لمصر بشكل كبير كمان المحور التاني اللي اشتريت عيد دولة بكسافة اللي هو زيادة عدد الغرف الفندقية وصلنا دلوقتي تجاوزنا المتين وخمسين الف غرفة ودولة رئيس الوزراء وعد ان احنا على عشرين ستة وعشرين أو عشرين سبعة وعشرين هنكون انتهينا من متين الف غرفة تانية لأن العدد ده اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نستوع بالتلاتين مليون سائح لازم يبقى عندنا على الأقل ربعمية وخمسين الف غرفة فندقية شغالين على محور تالت لسه اللي هو محتاج شوية شغل شوية لكن بدأنا فيه بالفعل اللي هو قسطول النقل السياحي بتاعنا لأنه من 2011 ما تمش تحديثات فيه وما تمش تجديدات فيه وما تمش إضافة أعداد كبيرة بدأنا من سنتين ثلاثة ننزل أعداد لكن لسه محتاجة تزيد عشان تستوعب عدد السائحين المستهدف إن شاء الله